لما بدأنا نظرنا إلى أهداف الرؤية عشرين ثلاثين والأهداف مليئة فيما يخص تعزيز قيم كثيرة جدا من ضمنها التسامح، تعزيز الشخصية الوطنية، نبذ التطرف، نبذ التعصب والعنصرية جمعنا فيها الدراسات الإسلامية التي هي أساس طبعا أن الدين الإسلامي هو أساس فيما يخص قيمة التسامح فيما الآيات والأحاديث والمواعد والقصص التي ذكرناها في مناهج الدراسات الإسلامية ثم كذلك نظرنا إلى مناهج اللغة العربية فالحمد لله اللغة العربية تحوي قيم كثيرة وبالذات قيمة التسامح